تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة مشروع المدرسة النموذجية الشاملة للبنات في مدينة خليفة ونقل سموه إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمسؤولين في الوزارة توجيهات صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإطلاق اسم مدرسة سمو الشيخة موزة بن حمد آل خليفة الشاملة للبنات على هذه المدرسة الجديدة أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالصروح التعليمية والتربوية والتوسع في إقامتها لأهميتها في بناء المجتمعات وأكد سموه الحرص على متابعة المشاريع الخدمية التي وجه بها سمو رئيس الوزراء الموقر في المحافظة الجنوبية مثمنا سموه الجهود التي بذلتها وزارة التربية وتعليم في تنفيذ هذا المشروع وأوضح سمو محافظة المحافظة الجنوبية بأن إطلاق اسم المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخ موزة بن حمد آل خليفة على هذا الصرح التعليمي الرائد يأتي تخليدا لأسماء شخصيات عظيمة ورائدة في العمل الخيري والإنساني ويأتي تأكيدا على مناقب الفقيدة الراحلة وإسهاماتها الاجتماعية والخيرية وأشار سموه إلى أهمية إقامة هذا الصرح التعليمي الرائد ضمن حزمة المشاريع الخدمية التي تبنتها المحافظة الجنوبية بعد عدة لقاءات وزيارات مباشرة تمت مع الأهالي لبلورة احتياجاتهم ومتطلباتهم إلى واقع ملموس وقد طلع سمو محافظة المحافظة الجنوبية على سير العمل في هذه المدرسة المتطورة التي تعد أول مدرسة حكومية من نوعها في تاريخ التعليم النظامي بالمملكة حيث ستضم المراحل التعليمية الثلاث في موقع واحد بخدمات متكاملة مع الحرص على مراعاة خصوصية كل مرحلة وتستوعب حوالي 1700 طالبة من جانبه أشاد سعادة وزير التربية والتعليم بتوجهات سمو رئيس الوزراء الموقر بإطلاق اسم المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخ موزة بنت حمد الخليفة على هذه المدرسة والتي جاء إنشاؤها في إطار المشروعات التطويرية للنهوض بمستوى التعليم في جميع المراحل الدراسية مشيدا باهتمام سمو محافظة المحافظة الجنوبية بالارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة في المحافظة وأشار الوزير إلى أن هذه المدرسة الجديدة هي بمثابة ثلاث مدارس في مجمع تعليمي واحد فضلا عن توفيرها جميع متطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والتجهيزات المتطورة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية الداعمة لطرائق التدريس الحديثة ترجمة نانسي قنقر هذه المدرسة تشكل نقلة نوعية في المنشآت المدرسية بشكل عام نظرا لما يتوفر فيها من مميزات وأيضا باعتبارها صديقة للبيئة وتضم ثلاث مراحل تعليمية كل مرحلة فيها تجهيزاتها ومتطلباتها الخاصة بالمنهج الدراسي إضافة إلى ذلك هناك مرافق أساسية يشملها المبنى بشكل عام روعية في هذا المبنى أنه ينسجب انسجاما مع المشاريع التطورية التي تشهدها وزارة التربية والتعليم في كافة المراحل التعليمية أن يخلد اسم صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة طيب الله ثراها أن يكون هذا الصرح التربوي يحمل اسمها ويخلد ذكرها العطيرة بأن يعرف الأجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا مآثر المرحومة وعطائها الكريم سواء عطاءها السخي من ناحية الإنسانية ومن ناحية الاجتماعية وأيضا من الناحية التربوية الذي يتكلل من خلال ما تقوم به الجهات المعنية بالأمور الخيرية هذه الأمور ما كانت تطلع للناس لو لا تحرك سمو الشيخ خليفة بن علي تيمنا بصاحبة السمو المقفور لها الشيخة موزة بيت حمد والدة صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان وجدت حطات صاحب الجلالة الملك المفدى تيمنا بها هذا الاسم سميت بهذه الاسم والحقيقة نحن في المحافظة الجنوبية فخورون أن تكون هذه المدرسة هي أول مدرسة شاملة في مملكة البحرين مشروع متميز أول مشروع لمدرسة شاملة في البحرين مشروع تسميته على اسم سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة في إحدى زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر سمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة للمنطقة بشرنا بخير وقال أبشروا فأن الخير قادم إليكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر